اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية في المحاضرة السابقة شرحنا موضوع لكلاس وفي هذه المحاضرة راح نشرح موضوع اللي هو الدفجن اللي هو اختصار دف طبعا موضوع الدف او الدفجن من المواضيع المهمة جدا وكثيرة الاستخدام في البرمجة سواء HTML او CSS او JavaScript او مثلا PHP الدف هو من دفجن قسم او فرع باختصار موضوع الدفجن هو عبارة عن حاوية يحتوي مجموعة من العناصر مثلا عندي ملف هذا الملف مثلا اسمه H1 وعندي ملف اخر اللي هو اسمه مثلا IMG ومثلا ملف اخر اللي هو مثلا Paragraph طيب عدنا ذني ثلاثة ملفات اذا ريد نجمع هذه الثلاث ملفات في ملف واحد ملف واحد راح نسميه Div Div طيب كيف نجمع هذه الثلاث ملفات راح يكون انهذن الثلاث ملفات في هذا موضوع الدف الدف هو عبارة عن حاوية تحوي مجموعة من العناصر تماما بالضبط بالضبط تماما هو نفس الموضوع في البرمجة طيب ممكن واحد يسأل ما الغاية من وضع العناصر بداخل الدف طيب يعني اذا هذه العناصر موجودة في الخارج او موجودة بداخل الدف هل سيتم تغيير في العناصر كلا الجواب هو من الناحية الترتيبية ومن الناحية التنظيمية يعني مثلا انا عندي هنا افد الف ملف او الف مجلد هل من المعقول انه هذه الشاشة راح تجمع هذا ال الف ملف اكيد لا طيب كيف انا اقدر اجمع وارتب هذه الملفات بحيث اقدر اوصل لها من خلال اضعها في اقسام طبعا هذه الفائدة الاولى اللي هو الترتيب والتنظيم الفائدة الثانية واللي هي الفائدة الاهم اللي هي انه نقدر ننطي كلاس لهذا الدف مثلا نسمي بها بحيث هذا الكلاس لو انطينا تنسيقات هذه التنسيقات راح تاخذها كل العناصر اللي بداخل الدف يعني مثلا اذا انطينا هذا الدف اللي هو اسمه مثلا بها انطيناه كولر احمر راح نلاحظ انه هذه العناصر كلها راح تاخذ كولر احمر انطيناه مثلا ود 100 او 1000 راح نلاحظ انه هذه العناصر كلها راح تكون ضمن هذا المساحة اللي انطيناها اللي هي 100 او 1000 طيب فاذن من الفوائد القوية والعظيمة في الدف هو استخدام تنسيق واحد هذا التنسيق راح يشمل جميع العناصر اللي بداخل هذا الدف طيب ناخذ مثال ورح نمسح هذه التقسيمة طبعا نجي الى هذا مثالنا اللي احنا اشتغلناه بالمحاضرات السابقة راح نفتحها بها البيج والستوديو كود ورح نضيف مثلا اه هنانا بالاسفل راح نضيف مثلا اه اتش وان اتش وان مثلا راح اسميه بها ورح نضيف مثلا بها وورد ورح نضيف اي اللي هي الانكر وطبعا راح نضيف لها اتش اار اي اف وراح يكون مثلا هاش بالمناسبة انه هذا الهاش هو عبارة عن رابط وهمي يعني هذا الرابط هو يحول انه شكل الاي الى رابط ولكن عندما اضغط اليه ما يوديني الى مكان اخر ويرجعني على نفس الصفحة اللي هو هذا الهاش راح اكتب مثلا بهذا الرابط مثلا بها اه هي بها مثلا اذا نجي نمسح ممكن هذا الكلاز وكنترول اس راح نلاحظ انه عندنا اتش وان وباريغراف وعدنا لينك اذا اضغط على هذا اللينك ما يوديني الى مكان اخر طيب اذا اجي هنانا لو ردد انه طبعا ممكن نحذف هذه الاشياء لو ردد انه انطي لون احمر لجميع هذه العناصر لابد انه اجي اناديها واحد واحد يعني مثلا اجي هنا اقول اتش وان وانطيها مثلا كولر مثلا براون اجي كنترول اس اذا نجي على المتصفح راح يصير عندنا لون احمر طيب اذا اريد اغير الباريغراف بنفس الطريقة انزل هنا انا واكتب بي ومن ثم كولر واختار براون كنترول اس اذا نجي الى المتصفح اف خمسة طبعا اللي هي اختصار ريفرش نلاحظ انه صار عندنا براون طيب اذا اريد الرابط يكون براون بنفس الطريقة نضغط اي اللي هي اي ونختار كولر ونختار براون طبعا البراون هو بني وليس احمر الاحظ انه جميع العناصر اصبحت بنفس اللون اللي هو البراون ولكن انا كم انصر نادية واحد اثنيا ثلاثة طيب هذي خيار خيار اخر ممكن احنا نجمع هنا بديف طبعا شون نجمع هنا بديف الديف هو عنصر اشتماع عادي عنصر زوجي نكتبه ديف بهذه الطريقة وهذه العناصر ناخذ من عندها كات ونضيفها بداخل الديف يعني اذا لاحظ عندنا هنا طبعا ممكن حتى نقدمهن نضغط على المفتاح اذا لاحظ انه هذه العناصر اصبحت بداخل الحاوية او القسم اللي هو الديف وهذا الديف راح نبطيه class مثلا راح اسميه بهاء واجي اللي هنانه ممكن هذا ان يكون هنم سحن وطبعا نضغط dot بهاء نفتح وسم ونكتب مثلا color ونختار مثلا brown راح الاحظ جميع هذه العناصر راح تاخذ اللون الاحمر طيب ما عدا عدنا الايلين تم علي عملية clickable فما راح ياخذ اللون طيب فاذا الديف هو حاوية ممكن تسهل علينا هواي بالاكواد او بالتنسيقات ان شاء الله يكون مفهوم الديفجين واضح وبسيط طبعا مهم جدا وضروري انه نفتهم هذا الموضوع لان راح نستخدمه كثير في المحاضرات القادمة نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر